رضي الله عنه أنه كان هريرة قال أبغني أحجار أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة سبق ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة داعي الجن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثًا ثانيًا تحت هذا الباب قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوةً لوضوئه وحاجته الإداوة هي إناء صغير من جلد يتخذ أو يوضع فيه الماء فكان أبو هريرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما خدمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لوضوئه وحاجته والمقصود به الحاجة هنا قد يكون الاستنجاء وقد يكون معنى أوسع من الاستنجاء قال فبينما هو يتبعه بها قال من هذا يعني أبو هريرة حمل الإداوة وتبع النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذا قال قلت أنا أبو هريرة أنا أبو هريرة قال أبغني أحجاراً أستنفض بها يعني أستجمر بها قال أستنفض بها يعني أستجمر بها ولا تأتني بعظم ولا بروث سبق في المجلس السابق بيان حرمة الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم والروث أما الروث فريكس وأما العظم فهو طعام إخواننا من الجن وأيضاً لو لم يسمع عليه فإنه لا ينقي بل يجرح بل يجرح قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروث هنا هذا من فقه أبي هريرة رضي الله عنه كان فقيهاً وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يقول ظننت أن لا يسألوني عن هذا غيرك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام من فقه أبي هريرة من ذكائه وفطنته رضي الله عنه قال هما من طعام الجن هما من طعام الجن ذكرنا لكم بأن العظام طعام إخواننا من الجن أوفر ما تكون لحماً إذا ذكر اسم الله عليه وأما الروث فطعام دواب الجن قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن فسألوني أزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً رواه البخاري والمعنى هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبا هريرة أو أمر أبا هريرة أن لا يأتيه بعظم ولا بروثة بعظم ولا بروثة وسبق في المجرس السابق بيان العلة في ذلك بأن العظام طعام إخواننا من الجن والروثة هي أيضاً طعام دوابهم وفي علة أخرى ذكرناها بأن الروثة ركس يعني نجيسة نجيسة نعم قالوا باب ما لا يستنجى به لنجاسته قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية الله ائتني بحجر نعم قال رحمه الله تعالى وغفر له باب ما لا يستنجى به لنجاسته وسبق بيان حكم الأشياء النجسة وأنه لا يستنجى يعني لا يستجمر بها وأن النجاسة لا تدفع النجاسة النجاسة لا تدفع النجاسة عبد الله بن مسعود بن أم عبد رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط والغائط في لغة العرب ما هو المكان المنخفض المكان المنخفض يسمى الغائط ولما كان الناس قديما إذا أرادوا قضاء الحاجة قبل وجود الكنف والمراحيض يستترون بالأماكن المنخفضة سمي الخارج غائطا بسبب الملابسة أو المجاورة سمى غائطا قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال عبد الله بن مسعود فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد ويظهر بأن الأرض التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام أرض رملية أو ترابية ليس فيها كثير حجارة وجد حجرين ولم أجد الثالث قال فالتمست فلم أجد الثالث فأخذت روثة أخذت روثة والروثة معروفة هي فضلات الدواب ما يلقيه الدواب من الرجيع قال فأتيته بها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة ألقى الروثة وقال هذه ركس يعني نجسة هذه ركس يعني نجسة رواه أحمد البخاري والترمذي وابن ماجي والنسائي زاد فيه أحمد في رواية له ائتني بحجر رواية الأحمد بإسناد صعيق قال ائتني بحجر وهذه الرواية هي التي أخذ بها من ذهب إلى أنه لا يصلح الاقتصار على دون الثلاث بل لا بد أن تكون ثلاثة فأكثر سبق ذكر هذا في المجلس السامر وقلنا بأن القائلين بالإنقاء اكتفوا بظاهر الحديث الأول دون رواية أحمد وقالوا يكفي الإنقاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالحجرين اكتفى بالحجرين وهذه هي طريقة طالب العلم في جمع الروايات ولذلك المجد رحمة الله عليه أتى بهذه الرواية ليقوي فيها المذهب ومن قال أيضا بوجوب بوجوب الاستجمار ثلاثا فأكثر ثلاثا فأكثر وقالوا بالنسبة للزيادة على ثلاث إنما هي سنة وأما الاقتصار على الثلاث فهو واجب لا بد أن يكون ثلاثا لا بد أن يكون ثلاثا وذكرنا الخلاف إذا كان الحجر له ثلاث شعب هل يجزئ أم لا بد من ثلاثة أحجار هذا تراجعونه ذكرناه في الدرس السابق عموما الشاهد من هذا الحديث أن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار مثل المناديل الورقية مثلا وغيرها مما ذكرنا صورها في المجلس السابق أما النجسات فلا الروثة مثلا لا 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 يستجمر بالروث طيب الآن لو أن شخصا لم يجد إلا حجرين ووجد دمًا يابسًا دمًا يابسًا يصلح للاستجمار هل يجوز أن يستجمر به؟ ها؟ أسأل هل يجوز أن يستجمر بقطعة الدم اليابسة؟ وجد قطعة الدم يابسة وأحب أن يستجمر ما وجد إلا هذا هل يستجمر بها شيخ محمد؟ لماذا؟ ها؟ وين الدليل؟ طيب الدليل ما هو؟ لا هذا في الروثة يعني القياس أحسن القياس نقول القياس الصحيح القياس الصحيح لا يجزئ الاستجمار بالدم اليابس قياسًا على الروثة بجامع ماذا؟ النجاسة بجامع النجاسة نتعرفون بأن القياس له أربعة أركان أصرًا وفرعًا وعلّة وحكم أصرًا وفرعًا وعلّة وحكم ولذلك نطرد هذه القاعدة القياسية في كل ما هو نجس في كل ما هو نجس نعم سأل الله لكم شايفنا قوله هذه ركس هل يدل على أن كل الروث نجس؟ نعم الروث نجس أم هي من غير المأكل اللحم؟ هذا بالنسبة لمسألة أخرى يعني هل هل بول وروث مأكل اللحم طاهر أم لا؟ مسألة خلافية تعرفون وسنذكرها إن شاء الله لكن عموماً النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذه الروثة من غير مأكل اللحم ولذلك قال هي ركس وفي الغالب أن الروثة هي رجيع الحمار رجيع الحمار في الغالب نعم قال باب الاستنجاء بالماء قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه قال وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائث والبول فإنا نستنجي منهم نستحي فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه أحمد والنسائي والترمذي قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة نعم قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء باب الاستنجاء بالماء هذا الباب قد يستغربه يعني من يسمعه من عقد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب باب الاستنجاء بالماء والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنه يجوز الاقتصار على ماذا؟ على الماء على الماء لأن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يستنجون بالماء ويرون بأن الاستنجاء بالماء خاص بالنساء وأن الرجال يستجمرون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة قد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى عدد جمع من الصحابة أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء منهم سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن الزبير وجمع وكذلك من كبار التابعين كسعيد بن المسيل قال ما يفعل ذلك إلا عن نساء حتى قال عطاء بن رباح قال غسل الدبر محدث غسل الدبر محدث وهذا طبعاً كلامهم محمول على أنه لا يجب محمول على أنه لا يجب ولذلك جمعاً بين الأدلة يُحمل كلام هؤلاء على أنه لا يجب والمقصود بأن الاستنجاء بالماء مشروع مشروع سأذكر الآن يعني سأذكر بعد قليل الأفضلية في هذا أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء والمقصود بالخلاء المكان الخالي هذا الأصل فاستعير لمن يقضي الحاجة لأن الذي يقضي الحاجة يخلو بنفسه الذي يقضي الحاجة يخلو بنفسه ويغلق عليه بابه أو يذهب إلى الفضاء حتى لا يراه أحد يقول فأحمل أنا وغلام نحوي الغلام هو الذكر والأنثى يطلق عليها جارية قل جارية والغلام هو الذكر الصغير واختلف في سنه قيل إلى سبع سنين وقيل إلى الالتحاء إذا نبتت لحيته فيقال غلام وأحياناً قد يقال للبالغ غلام إذا يعني على حسب السياق مثل الافتخار يقول خذها وأنا الغلام اللي كذا وكذا هو رجل كبير قيل بأن علي قال هذا خذها وأنا الغلام كذا هذا من باب الافتخار قال وغلام النحوي إداوة سبق ذكر وتعريف الإداوة وهي أنها إناء من جلد يوضع فيه الماء صغير هو من الجلد يحمل يعني باليد يقل باليد قال ونحو إداوة من ماء وعنزة العنزة هي الحربة عنزة عصى في رأسها حديد وهي حربة قيل بأن النجاش رحمه الله ورضي عن أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويضعها ستر للصلاة أحياناً صلى الله عليه وسلم قال فيستنجي بالماء متفق عليه استنجي بالماء متفق عليه والحديث هذا يفيد جواز الاقتصار على الماء وهذا ما أراده المصنف حينما ترجم للباب قال باب الاستنجاء بالماء ويريد الرد على من ذهب إلى كراهية الاقتصار بالماء وقد ذكرته أسماء جمع من الصحابة ومن التابعين هذا الحديث أيضاً يفيد أن المشروع للإنسان أن يستعد لطهوره ولقضاء حاجته والناس ولله الحمد الآن في هذا الزمان يعني خاصة في أغلب بلدان العالم لديهم مراحيض وحمامات ويعني أماكن معدة يعني معدة مسبقاً ولا يحتاجون إلى مثل هذا الاستعداد إلا إذا كانوا مسافرين أو في الصحرى مثلاً وغير ذلك قال وعن معاذة يعني العدوية وهي تابعية جليلة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن تقول للنساء مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله هذا الحديث فيه فضل أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيها المحدثة المفسرة العالمة رضي الله عنها والتي هي من أكثر أمهات المؤمنين رواية للحديث وكانت تعلم وتعظ وتذكر ولما كانت تستحي من مخاطبة الرجال جمعت النساء فحدثتهن وأمرتهن بأن يأمر أزواجهم أن يغسلوا عنهم يعني بالماء أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول يعني بعد قضاء الحاج ما يخرج من السبيلين الأثر المتبقي قالت مُرْنَ أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإن نستحي منه نستحي منه أن تتحدث بهذا مع الرجال فوعظت النساء وعلَّمت النساء ثم قالت وهذا موضع الشاهد وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله كان يفعله وهذا الحديث يدل على أن الاستنجاة أفضل من الاستجمار وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله وأيضاً كان هو الغالب بدليل أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك وهذا في الغالب لا يمكن أن يعرف إلا لمن كان في داخل البيت وقد يعني يكون هذا خارج البيت وقد ذكر هريرة بن مسعود ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر لكن هذا يدل على فضل الاستنجاء على الاستجمار وأيضاً فيه دليل على أنه يجوز الاقتصار على الماء دون الحجارة وعلى الحجارة دون الماء كما سبق ذكره قبل قليل في الباب السابق وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء قباء طبعاً مكان معروف يقع شرق جنوب المدينة وقد نزل به النبي عليه الصلاة والسلام أول مهاجر عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء أيضاً الصلاة فيه لها فضيلة سيأتي إن شاء الله في محله قال في قولي تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية أنهم كانوا يستنجون بالماء يعني يقتصرون على الماء وجاء من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء وهذا إسناده لا يصح لكن هذا أنهم كانوا يستنجون بالماء امتدحهم الله عز وجل لأنهم كانوا يستنجون بالماء وخلاصة المسألة أن مراتب الاستنجاء أو الاستجمار أولها أن يجمع بين الحجارة والماء فيستجمر أولاً بالحجارة أو بما يقوم مقامها ليقلع ويذهب عين النجاسة ثم بعد ذلك يتبع هذا بالماء هذه أفضل الأحوال التي ذكرها العلماء ثم المرتبة الثانية الاقتصار على الماء فقط الاقتصار على الماء فقط والمرتبة الثالثة الاستجمار بالحجارة أو بما يقوم مقامها وهذا جائز ولله الحمد والمن وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال باب وجوب تقديمة الاستنجاء على الوضوء قال عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ رواه النسائي قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي أخرجاه وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه إن شاء الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى وغفر له باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ومعنى هذا الباب أن المتوضي قبل أن يتوضأ يجب عليه أن يستنجي وذلك لإزالة أثر الخارج من السبيلين وليس معنى ذلك أن كل من أراد الوضوء لا بد أن يستنجي كما يفهم كثير منه العوام ولذلك الآن تجد كثير من العامة إذا أراد أن يتوضأ دخل الخلاء أو الحمام وغسل فرجيه من دون أن يكون هناك حاجة ظنًا منهم بأن هذا واجب فجعلوه من واجبات الوضوء وهذا لا شك بأنه غلط ففرقٌ بين باب الاستنجاء والاستجمار وبين باب الوضوء فرق يعني ليس هناك علاقة علاقة بين الاستنجاء والاستجمار وبين الوضوء لكن هنا أراد أن من خرج منه شيء من السبيلين من النجاسة طبعا ولا يقصد بذلك الريح لأن الريح طاهرة في قول جماهير أهل العلم بل قال الإمام أحمد أن الاستنجاء من الريح بدعة أن يستنجي الإنسان من خروج الريح فهذا بدعة قال باب وجوب الاستقدمة الاستنجاء على الوضوء عرفنا هذه المسألة وهي هل من استنجى من خرج منه من السبيلين بول أو غائط قال يجب عليه أن يستنجي قبل أن يتوضأ وهذه مسألة حقيقة ليس فيها إجماع ليس فيها إجماع لأن عندنا فرقٌ بين النجاسة وبينه الحدث بين النجاسة وبين الحدث الحدث وصفٌ معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة وهو الطهارة إما أن تكون كبرى أو صغرى يعني إما أن يكون الحدث يوجب الغسل أو يوجب الوضوء وهذه لا تسقط بحال بمعنى أن من صلى محدثاً بطلت صلاةه حتى ولو كان ناسياً فإذا تذكر قضى صلاةه أما النجاسة أما النجاسة فتصح الوضوء يصح الوضوء مع وجود النجاس يصح الوضوء مع وجود النجاس لكن لا تصح الصلاة مع وجود النجاس ولذلك الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهر فلو أن رجلاً على جسمه على موضع من جسمه غير مواضع الوضوء مثلاً نجاسة ثم توضى ما حكم وضوئه؟ صحيح حكم وضوئه صحيح على بطنه أو ظهره أو فخذه أو ساقه مثلاً أو عضوده نجاسة فتوضأ توضأتها بالوضوء نقول لا ما حكم وضوءك وضوء صحيح طيب إذا جاء يصلي ماذا نقول له؟ أزل النجاس نقول له أزل النجاس على هذا يذهب بعض العلماء على أن الخارج من السبيلين إذا توضأ الإنسان قبل أن يزيل النجاسة صح وضوءه لكن إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يزيل الأثر الخارج من السبيلين لكن هنا يشكل عندنا مسألة وهي لمس الفرج لمس الفرج حتى مسألة الدبر فيها كلام لأهل العلم من حيث نقض الوضوء أم لا؟ لكن قد يقول لك قائل أنا أستطيع أنني أتنظف من دون لمس ألبس قفاز مثلاً أو أستعمل الشطاف هذا من دون لمس وممكن أتطهر نقول له وضوءك صحيح ذكر هنا حديث سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي مرمعنا هذا الحديث ولا لا تذكرون هذا مرمعاً مرمعنا سابقاً لكن ليس بهذا السياق ولا لغرض هذا الحكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسر ذكره ثم ليتوضأ والمصنف رحمة الله لأورد هذا الحديث ليؤكد الحكم الذي عليه جمهور العلماء من أن الغسل من أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء وأنا ذكرت لكم قبل قليل بأن المسألة خلافية بأن المسألة خلافية لكن لو حصل يكون الوضوء صحيح بشرط أن لا يمس فرجه إذن قال يغسل ذكره ثم ليتوضأ فأمر بالاستنجاء أولاً ثم بعد ذلك الوضوء ثانياً وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي أخرجاه يعني في الصحيحين قال وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه إن شاء الله سيأتي معنا في باب الغسل بحث مسألة هل يجب الغسل على من جامع ولم ينزل أم لا ونذكر الخلاف وأن هذا منسوخ في قول جماهير أهل العلم وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء منسوخ إنما الماء من الماء منسوخ بحديث إذا يعني جلس بين شعبها الأربع ثم جهد هذا فقد وجب الغسل الشاهد أين هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ثم يتوضأ ويصلي فهنا أمر بالاستنجاء قبل الوضوء أمر بالاستنجاء قبل الوضوء وذكرت لكم الخلاف قبل قليل فيما يتعلق بالوضوء قبل الاستنجاء وأن الراجح بأنه صحيح بشرط أن لا يصلي المتوضي إلا بعد أن يغسل الأثر الخارج من السبيل قال باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة مطولا ومختصرا قال وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علي وفيه مقال رواية أبي داود قال وعن إبراهيم بن يزيد النخاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو داود وإبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع وأخرجه أبو داود أيضا من حديث الأسود عن عائشة بمعناه وأخرجه أيضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمعناه من ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة نعم قال رحمه الله تعالى بابه النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به هذه قاعدة مهمة وهي مسألة استعمال اليمين في المطيبات أو الطيبات واستعمال الشمال في المستقدرات في المستقدرات ولذلك قال باب النهي في مجلس سابق ذكرت لكم النهي في باب الآداب يفيد ماذا؟ استعمال الكراهة الكراهة التنزيهية لأن عندنا الكراهة نوعان كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية فجمهور العلمة يذهبون إلى أن النهي إذا كان في باب الآداب فيكون على الكراهة التنزيهية والأوامر في باب الآداب تكون على الاستحباب أيضا يكون على الاستحباب لكن ذكرت مسألة وهي أنه لا بد أن ننظر في القرينة فإذا وجدت قرينة تدل على التحريم وجب حمله على الكراهة التحريمية وأظن ذكرت لكم مثال مثل من يذكر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال لما علل وقال فإن الشيطان يأكل بشماله دل هذا على التحريم هذا والصحيح وإن كان الجمهور يرون بأن هذا على الكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالشيطان نهى عن التشبه بالشيطان ولذلك هنا جمهور العلماء ذهبوا إلى أن مسى الذكر باليمين إنما هو على الكراهة التنزيهية وذهب الظاهرية وجماع من الشافعية وهو أيضاً اختيار الشوكاني رحمه الله ورحم الله الجميع إلى أن مسى الذكر باليمين أو الاستنجاء باليمين هذا كله على التحريم على التحريم ثم ذكر الأحاديث قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمسَّ ذكره بيمينه وفي لفظ فلا يأخذ ذكره بيمينه وفي أخرى فلا يمسَّنَّ وفي أخرى لا يمسكنَّ ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسَّح بيمينه يعني لا يستجمَّر بيمينه أو لا يستنجي بيمينه وإذا شرِب فلا يشرب نفسًا وفي لفظٍ لا يتنفَّس واحدًا لا يتنفَّس واحدًا أفاد هذا الحديث النهي عن استعمال النهي عن لمس الذكر باليمين وكذلك الاستنجاء والاستجمار باليمين ثم ذكر حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه يعني يأكل ويشرب بيمينه وأيضًا يبدأ لبس ثيابه بيمينه ويجعل شماله لما سوى ذلك الاستنجاء والاستجمار وغير ذلك مما هو يستقذر أو يستقبح قال في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علي عبد الله بن علي هذا الصدوق يخطي قد أخرج له أبو داود والترمذي وقول المصنف الإفريقي هذه طبعًا زيادة من من دون التلميذ قالوا الإفريقي هكذا لقبوه وهذا الحديث طبعًا يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن وفي رفضنا التيامن في تنعُله وترجُله وطهوره وفي شأنه كله وثم ذكر حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه لخلائه يعني للاستنجاء والاستجمار وما كان من أذاء وما كان من أذاء هذا الحديث رواه أبو داود وفيه انقطاع وذلك لأن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك عائشة لم يدرك عائشة والمصنف رحمة الله عليه لم يكتفي بذكر هذا الحديث المنقطع وإنما أورد الشواهد حتى يرتقي الحديث لدرجة الاحتجاج قال وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنه وأخرجه أيضاً في اللباس من حديث مسروق مسروق بن الأجدع عن عائشة بمعنى من ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساء وبالماج فهذا الحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الاحتجاج ولذلك هذه الأحاديث تحت هذا الباب أولاً بالنسبة لروايات الأحاديث جاءت متعددة ومتنوعة لكنها جميعها تحمل معنى واحد قال فلا تأخذ فلا يأخذن فلا يمسكن لا يمسك مثلاً المسألة الثانية ذهب جمهور العلماء إلى أن مسأ الذكر باليمين مكروه كراهة تنزيهية كما ذكرت لكم القاعدة قبل قليل وخالف في ذلك الظاهرية وهو قول عند الشافعية واختيار الشوكاني بل هو مذهب الشوكاني أن ذلك محرم وحجة الجمهور ما هي؟ هي القاعدة التي قعدوها في باب الآداب والإرشاد أن كل نهي في باب الآداب والإرشاد إنما هو للكراهة التنزيهية للكراهة التنزيهية المسألة الثالثة أن المرأة كالرجل في هذا في مس القبل والدبر كذلك الحكم واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء أن النساء شقائق الرجال المسألة الرابعة أن ظاهر النهي هنا مقيد في حال البول في حال البول لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول خشية أن تنجس اليمنى خشية أن تنجس اليمنى ولحديث أيضا إنما هو بضعة منك فيقيد في حالة البول فقط ويبقى ما عداها على الإباحة لكن هنا يشكل حقيقة بعض روايات الروايات الروايات الأخرى مثل رواية مسلم وأن يمس ذكره بيمينه وهي عامة هي مطلقة وليست مقيدة بالبول هذا يشكل ولذلك رواية مسلم قال وأن يمس ذكره بيمين وأن يمس ذكره بيمين فهل يحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية أم أن المطلق يبقى على إطلاقه ويقال بأن البول أحد أفراد هذا العام هذه مسألة حقيقة بحثها أهل العلم وتوسعوا فيها ولذلك هو يقال بأنه مطلق غير مقيد على قول بعض أهل التحقيق ولذلك قالوا بأن الأفعال هنا في حكم النكرات والنكرات في سياق النفي تعم عموما الاحتياط خروجا من الخلاف أن المسلم يكره له أن يمس ذكره بيمينه سواء في حال التبول أو في غير حال التبول خروجا من الخلاف أيضا عندنا مسألة الخامسة أن الاستجمار باليمين يأخذ حكم الاستنجاع على الخلاف الذي سبق أن حكيناه سابقا المسألة السادسة ذكر هنا مسألة التنفس في الإناء وهذا طبعا من الآداب وهنا جاءت في الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يتنفس خارج الإناء يتنفس خارج الإناء وذلك لأن التنفس في الإناء فيه مجموعة محاذير منها أنه يقذر الشراب على من بعده فإذا تنفس في الإناء قذره على من بعده كذلك يخشى عليه من الشرق لأن الماء نازل والنفس طالع الماء نازل والنفس طالع فيخشى أن يشرق بهذا الماء فيهلك وكذلك قد قد يحمل هذا الماء أمراض بسبب تنفسه في الإناء المسألة الأخيرة كيفية الاستجمار بالنسبة للمستجمر بالحجارة أو بما يقوم مقامه أو بما يقوم مقامه إذا أمسك الحجر أو ما يقوم مقام الحجر مثل المناديل الورقية باليمين ومسح الذكر عليه لم يكن ماسحا باليمين لم يكن ماسحا باليمين ولا ممسكا الذكر بها وإنما ممسك بالشمال أما إذا حرك اليمين أو حركهما جميعا كان في واقع الأمر كما ذكر بعض الفقه وهم الشافعية قالوا يكون بمثل هذه الحالة مستنجيا باليمين مرتكبا للكراهة طبعا هذا على الخلاف السابق على الخلاف السابق الذي ذكرنا نعم قال أبواب السواك والسنن الفطرة قال باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق نعم حسنت قال رحمه الله تعالى أبواب السواك وسنن الفطرة قال أبواب الجمع لأنه بوّب أكثر من باب في موضوعات السواك وفي أحكام السواك قال وسنن الفطرة وقد جرت عادة الفقه أنهم يذكرون بعد باب الاستنجاء باب السواك بعدما ينتهون من الاستنجاء والاستجمار يذكرون أحكام السواك وكذلك سنن الفطرة لأن كل منهما يعني مجتمل على على الإزالة فالاستنجاء والاستجمار لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين وأما السواك فهو لإزالة ما علق به الفم وتطييبه خاصة في ما يتأكد له والإنسان قد يكون يدخل الصلاة مثلاً أو يقرأ القرآن فيطيب الفم ولذلك قال أبو العباس الحفيد تقي الدين ابن تيمي رحمة الله عليه قال الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء ولهذا شرع عند الأسباب المغير له كالنوم والإغماء إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى والسواك في واقع الأمر له فوائد كثيرة وعوائد صحية أيضاً عديدة ولهذا ذكر ابن الملقن ما يزيد على ثلاثين فائدة في السواك ابن الملقن ذكر ما يزيد على ثلاثين فائدة في السواك ولذلك هذا الحديث العظيم أنه مطهرة للفم مرضاة للرب يفيد هذا المعنى أن فيه فوائد كثيرة والسواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة يطلق على الفعل ويطلق على الآلة آلة التسوك العود أو فرشاة الأسنان مثلاً يقال سواك ويطلق على الفعل أيضاً فعل التسوك ويما أخوه في لغة العرب من تساوكة الإبل يعني إذا أقبلت تتمايل ولذلك الآن المستاك يميل بسواكه يميناً ويساراً وإلى أعلى وإلى أسفل هكذا هو السواك السواك لا يشترط أن يكون من عود العراك كما يفهم بعض الناس الآن يعتقد بأن السواك من عود العراك فقط فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه ولسلم استاك من جريد النخل استاك من جريد النخل وأيضاً استاك بعود العراك صلى الله عليه وسلم ولهذا العلماء يتوسعون في هذا فيرون أن كلما يعني يقوم مقام عود العراك وينظف الأسنان واللثة واللسان فإنه يجوز استعماله ونهوا في فروع كتب فروع الفقه عن استعمال بعض الأعواد لأنها مضرة مضرة باللسان وبالشفى وباللثة مثلاً قالوا ما يستاك فيها هذا ذكروا مجموعة لأن إما أن يكون فيها حرارة مؤذية لفم الإنسان أو شيء من هذا القبيل وعندنا الفرشات الآن الفرشات قد تكون في واقع الأمر أكثر تنظيفاً من السواك خاصة إذا استعمل معها المعجون معجون الأسنان وبذلك استعمال فرشات الأسنان بنية يقوم مقام السواك وهذا طبعاً يحتاجه الإنسان أحياناً وليس على كل حال لأنه ما يمكن يصطحب فرشات الأسنان في المسجد مثلاً وإنما في البيت مثلاً أو إذا قام من النوم أو إذا أراد النوم مثلاً فلذلك بعض الناس قد يتحرج من استعمال فرشات الأسنان ويعتقد بأنه لا يحقق فيها الغرض ولا يكتسف فيها الأجر وهذا غير صحيح لأن القصد ما هو تنظيف الأسنان والوسيلة إلى تنظيف الأسنان يعني مفتوحة الوسيلة يعني ما قام ما أدى الغرض فهو مشروع سواء عود العراك جريد النخل مثلاً في أعواد بعد شجرة النيم مثلاً هذه أنا جربتها حقيقة جيدة يعني كذلك فرشات الأسنان مثلاً ويبقى الكلام على الأصابع سيأتي معنا هل الإنسان إذا لم يجد عود العراك ممكن أن يستاك بأصبعه وهو هناك فرق بين الأصبع الخشن والأصبع الناعم سنذكره إن شاء الله في محله قال رحمه الله تعالى باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب وهذا الحديث فيه حث على السواك حث على كثرة استعمال السواك وسيأتي ذكر المواضع والمواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك ولذلك السواك فيه مرضاة للرب لأن الإنسان يطيب فمه يطيب فمه وإذا قرأ الإنسان القرآن وضع الملك فمه على فم القارئ على فم القارئ ولذلك هنا قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد والنساء قال وهو للبخاري تعليق والبخاري رحمه الله تعالى رواه معلقا بصيغة الجزم بصيغة الجزم ومعلقات البخاري التي بصيغة الجزم كما هو معروف لا حكم الوصل وقد صححه النووي رحمه الله تعالى قال وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه أحمد والترمذي وصححه نعم وعن زيد بن خالد أي الجهني رحمه الله ورضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمة لولا هذه هذا حرف يفيد امتناع الامتناع الوجود لولا امتناع الوجود ولو امتناع الامتناع لو تفيد امتناع الامتناع ولولا تفيد امتناع الوجود يعني لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك هذا هو المعنى لولا وجود المشقة لأنه يحصل مشقة لأصبح الاستياك واجباً لو لأن أشق أشق يعني أثقل على أمتي أي أمة؟ أمة الإجابة لأن الأمة أمتان أمة إجابة وأمة دعوة أما أمة الإجابة فهم أهل الإسلام وأمة الدعوة غير المسلمين لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل سيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله في محلها في مواقية الصلاة ثم قال وهذا هو الشاهد ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة يعني سواء كانت فريضة أو نافلة سواء كانت فريضة أو نافلة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني فريضة أو نافلة أو نافلة والعندية هنا تفيد التقدم تفيد التقدم بخلاف الوضوء سيأتي بحث هذا لماذا؟ لأن في الصلاة ولذلك المصلي لا يستاك لأن في الصلاة شغلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سلم عليه رجل وبعدما سلم رد عليه وقال إن في الصلاة لشغلة إن في الصلاة لشغلة فتكون العندي هنا قبل الصلاة صلاة الفرض وصلاة النفل وهل هذا شامل للمسجد وغير المسجد الجواب نعم في قول جماهير أهل العلم أما خارج المسجد فقال بهذا جماهير أهل العلم وأما في المسجد فقال به أيضا الجمهور الأول لم يخالف أحد وأما في المسجد فخالف فيه بعض العلماء مثل المالكية كرهوا أن يستاك في المسجد قالوا لأن الاستياك هو تنظيف والمسجد منزه عن الأوساخ وربما لفظ المستاك ما خرج من فمه في المسجد فيلوث المسجد لكن الراجع قول الجمهور وهو أن الاستياك عام سواء في المسجد أو خارج المسجد سواء في المسجد أو خارج المسجد إذن من السنة الاستياك قبل الصلاة سواء صلاة الفرض أم صلاة النفل وذلك لأن المصلي سيتلو القرآن وهو كلام الله عز وجل ولذلك كان الحال أن يكون فمه مطيبا بهذا الاستياك نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة قال وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء قال وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث أبي هريرة أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة طبعا في هذا فائد أيضا مهمة جدا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولذلك يأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن فليس في القرآن ذكر السواك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أمر استحباب بالسواك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهناك مسائل كثيرة جدا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأحكام زائدة عن القرآن زائدة عن القرآن وهذه في أبواب الطهارة في أبواب الصلاة في أبواب الزكاة والصيام والحج حتى في مسائل المحرمات من النساء نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مع أن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك ولم يذكر الجمع بين العم والخالة وإنما ذكر الجمع بين الأختين بين الأختين المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ولذلك هذا فيه رد على من يقول بأن الأحكام هي في القرآن فقط في القرآن فقط وهذا لا شك بأنه فهم قاصر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مبيل ما في القرآن وأيضا يأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن زائدة على ما في القرآن وهذا بحثه في أصول الفقه قد أشبع هذا العلماء ولله الحمد والمنى سواء من المتقدمين أو من المعاصرين وفي هذا الحديث أيضا شفقت النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فقال لولا أن أشق على أمته وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام لأن لو أمرهم لشق ذلك عليه فليس كل الناس يجدون السواك أو قد يجدونه مثلاً أو مثلاً يستطيعون شراءه مثلاً أو البحث عنه الناس ليسوا سواء في هذا وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء طبعاً هذه رواية صحيحة على شرط الشيخين على شرط الشيخين وفيها زيادة وهي تأكد السواك عند الوضوء كما أنه يتأكد عند الصلاة كذلك يتأكد عند الوضوء اختلف العلماء في مكان السواك عند الوضوء فمنهم من قال في أول الوضوء قبل أن يبدأ ومنهم من قال قبل المضمضة والاستنشاق يعني بعد غسل الكفين ومنهم من قال في أثنائه ومنهم من قال بعد الوضوء وفي هذا مذاهب شتاء والراجح بأن الاستياك يكون عند الوضوء العندية هنا لا تعني كما هو الحال قبل الصلاة وإنما تعني عند الوضوء سواء في أوله أو أوسطه أو آخره والذي يظهر والله أعلم أنه الأقرب والأنسب قبل المضمضة والاستنشاق قبل المضمضة والاستنشاق وذلك لأن الاستياك في مثل هذه الحالة يجعل المضمضة تخرج ما في الفم ما علق بالأسنان أو اللثة مثلا فالاستياك هذا أخرج ما علق في الأسنان ثم يتهيأ للخروج وذلك إذا تمضمض الإنسان هذا أنسب وأقرب وهذا الذي عليه أغلب الناس الآن يستاكون قبل المضمضة لكن لو استاك أثناء الوضوء أو بعد الوضوء لا حرج في ذلك وللبخاري تعليقا ولأمرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ويروأ نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحصل عندنا موضعان يتأكد فيهما السواك عند الصلاة وعند الوضوء نعم قال وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي نعم حديث عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يعني أول ما يقوم به عليه الصلاة والسلام حينما يدخل بيته قالت بالسواك قالت بالسواك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك في أول دخوله البيت عليه الصلاة والسلام والعلماء قالوا والمسجد أولى قالوا والمسجد أولى ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن من السنة أن يستاك عند دخول المسجد قالوا لأن المسجد أولى المسجد أولى من البيت المسجد أولى من البيت واختلف العلماء في الحكمة من ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته صلى ركعتين فيطيف فمه لهذه الصلاة وقيل بأن يستاك حتى لا يشم أهله منه رائحة مثلاً من فمه مع أنه هو الطاهر المطيب صلى الله عليه وسلم لكن هذا تربية للأمة عليه الصلاة والسلام ولذلك هذه من المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك وهو عند دخول المنزل قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الجماعة إلا الترمذي والشوص الدلك نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وفي رواية البخاري إذا قام للتهجُّد هذه رواية البخاري إذا قام للتهجُّد يشوص فاه بالسواك والشوص الدلك الدلك وهذا الحديث أورده المصنِّف ليبين أنه يتأكد السواك عند تغيُّر رائحة الفم ومعلومٌّا بأن الإنسان إذا استيقَض من نومه فإن رائحة فمه متغيِّرة فيحتاج أن يُطيِّب فمه وعلى هذا أخذ الفقهة بأنه كل ما بأنه يتأكَّد السواك عند تغيُّر رائحة الفم على أي حال ذكروا القيام من النوم ذكروا بعد الأكل وبعد الشرب مثلاً وشيء من هذا القبيل نعم